كتعاني من الإسفرات الأسنان أو من الجير المتراكم بالأسنان من صدى اللي كيكون في سنينات أو من ديك صفوري اللي كتكون بين السنان وما كيحيداش المعجون ديال الأسنان اليوم جيتليك وصفة مكونات غير من المطبخ ديالك وصفة كتعطي تبيض من أول استعمال كتعطي واحد البياد رائع للأسنان هاد الوصفة من أروع الوصفات اللي غادي تجربوهم غادي تهنيكم من الإسفرار من الجير المزراكم بالأسنان من ديك البقع الصفراء ديال القهوة أو ديال أتاي أو ديك الصفوري اللي كتكون بين السنان وما كتبغيش تتحيييذ هاد الوصفة جربوها خطيرة المكونات كلها غير من المطبخ ديالكم ونوضو حيدو علي ذاك لها قلزو جربو لي الوصفة ونوضو ذا بجربوها وصفة ما تخرش لكم تها خمسة دقيق بالتحضر يلا ندو على بركاتي الله أول حاجة غادي نحتاجو لواحد الحبة ديال الطماطم كيف ما كتشوفو معايا غادي تحتاجو غين نص ديالة أولا أقل من نص ديالة كيف ما غادي تشوفو معايا بزاف اللي كيسولوني في التعليقات اللي كيكون عندهم السنان ديالهم فيهم صفورية يعني ذو اللي تصفرين أولا تيكون فيهم الكالكير أولا فيهم ذاك الجير المزراكم بالأسنان وشنو السباب ديال ذاك الجير هو أنكم اللي عنده الجير كيكون متحقش سنانه بشكل منتظم أولا ما تيحقه مش وذيك اللي بقايا ديال الطعام كتتراكم من نهار على نهار ومبعد تتولي كالكير أولا كتولي هاداك الجير اللي متراكم بالأسنان وهذه الوصفة سهلة اللي غا نعطيكم إن شاء الله كتتأخذوا العصير ديال الطماطم كيف ما كتشوفوا معايا كتأخذوا حت لسات المعال الكبار هاكا هاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا وحتى عرفتوا هاد الوصفة جربتها انا جربتها بالنسبة يعني إلا كان عندكم ديك السفورية اللي كتكون بين السنان كتكون سفورية كتكون ما كتبغيش تحيد بالمعجون ديال السنان قنات المعجون ديال الاسنان من بعد ما ماخذين عاصر ال طماطم المعجون ديال السنان من بعد ما تهمه العصير ديال الطماطم لتناخذ والاحتشم لمعالقا الصغير هكا عمردا بالمعجون ديال الاسنان بهذا الشكل ونخلطوه مزدين هذه المكونات حتى يندمج لنا serious خواهم عاصر ديال الثماطم ونخلطو هاد を معاشر ديال الطماطم هذه الوصفة سهلة سهلة و تعطي نتيجة خصوصا إذا استمررت عليها 1 جوج ديال المرات في السمانة أو في الأسبوع ستنقوا 100% و ستجربوها من أول استعمال يبال لكم الفرق خلطوا هذه المكونات كما تشوفو معايا و إلا بغيتوا شي وصفة مرحبا ربطوا التعليقات أسفل الفيديو خليوا لي الوصفة اللي بغيتو و ما تنساوش خليوا لي واحد لايك الفيديو ما تنسونيش من لايكات ديالكم و منتجعات ديالكم و بارتاجوا هاد الفيديو مع أي واحد أعزاليكم يجرب إن شاء الله الوصفة من بعد غناخدو الخل ممكن ديرو خل تفاح ممكن ديرو خل عادي و بالنسبة للناس اللي عندهم الرائحة الكريهة في الفم ديالهم ديروا واحد الكاس ديال ما ديروا فيه معلقة ديال خل تفاح كبيرة و ديروا فيه واحد العاصير ديال نصف حامضة و خلطوا و ديروا به واحد المضمضة أو غرغرة للفم ديالكم غرغرة يعني غتغرغروا به الحلقة ديالكم و الفم ديالكم أرتيحية ديك الرائحة الكريهة من الفم و زوين بالزعف و تستمروا عليهم طبيعية الحال ديروا مثلا هاد الطريقة ديروها في الصباح يعني قبل الفطور من اتفاقهم الناس ديروا هديك الغرغرة بهذاك الماء و كذلك ديروا حتى ديروا حتى يعني منين تبغيوا تنفسوا تحقوص لنا ديالكم و تديروا هاد الغرغرة بهذا الماء او لتشلوا به الفم ديالكم و مهم تتاخدوا كيف مشتهم معايا الخل كتاخدوا واحد المعلقة ديال الخل كتخلطهم زيان و كتزيدوا البيكاربونات ديال الصودة او لبيكاربونات الصودة هادي زوينا بزاف و كتعطيوها نتيجة ممتازة بزاف لسنينات كتديروا قل من معلقة صغيرة قل من معلقة صغيرة هاد البيكاربونات راها كتطير هادك الجار الصفورية اللي كتكون في السنان مهم اللي السنان دياله الصفرين او لدي سنينات الصفرين ديال اختير هاد الوصفة صفورية را ما كتبقاش بنسبة الجار ارا مرة على مرة انتي كتستعمل هاد الوصفة و ذاك الجار كيتحيد يعني هو ما غادش يتحيد مية في المية من اول استعمال ذاك الجار و انما غايد ذاك ينقص اما بالنسبة للصفورية اللي كتكون في السنان كيما قلت لكم اللي طعاش صفورية اللي كتكون بين السنان ارا هاك تحيد واحتى ايلا ما تحيداش مية في المية ارا هاك تصفورية كتبال لكم نقصات هتعودوها المرة التانية هتزول مهم الوصفة مجربة حطيت لكم شي حاجة اللي انا مجرباها و اللي يعني كنتستعملها و كنتقاسمها معاكم باش انتم متجربوها صافي من بعد ان اخذوا الفورشة دي الاسنان او الشيتة دي الاسنان و كنشدو هاد الخالط كنفركو باسنان ديانا و احد المدة ديال ثلاثة ديال الدقايق يعني مش غايدوزو عليهم و تحيدو هتحكو اسنانكم واحد ثلاثة ديال الدقايق زوينا هاد الوصفة بزاف بالنسبة اللي سنانو حالتهم و اللي سنانو مكرا في صين هاد الوصفة ارزوينة بزاف اني كتنقي السنان مهم كتديرو هاد الوصفة جوج مرات في السيمانة جوج ديال المرات في الأسبور ولكنت عندكم غير صفورية غير سنانكم صفرين و صافي هتديروها مرة في الأسبور زوينا بالنسبة غنعطيكم واحد الوصفة اخرى ممكن ممكن تديرو هاد ممكن تديرو التانية تانية اشنو فيها تانية هتاخدو هتاخدو المعجون ديال الاسنان كيف ما كتشوفو معايا هتديرو في الشيطة هتاخدو ذلك الفرشة ديال اسنان او الشيطة السنان هتديرو فيها الواحد الكمية دي المعجون الاسنان هتاخدو عليها قليل من البيكاربونات هتاخدو عليها قليل من البيكاربونات هتاخدو عليها المعجون الاسنان او اسنان او اسعدو او اسنان او السر اندخفوا تديرو او اسنان او اسنان او اسنان ما تقدروش الدوم على ان تحقو سنين ديلكم يعني كل نهار هكا يعني في النهار ما عندكمش الوقت ورا ضروري في الليل تحقو سنيناتكم عكا باش تحافظوا عليهم باش ما تكونش ليكم فيهم الكالكير و باش ما باش يكمش السوسة و باش سنين لكم بقوز وينين وقووا فيهم اللامعين و هنوم الوصفات نتمنى ان شاء الله تجربوهم خلوا لي في الرأي ديلكم في التعليقات من بعد ما تجربوا الوصفة و في امان الله و مع السلامة اشتركوا في القناة